اشتركوا في القناة رئيس مجلس الوزراء للمرأة البحرينية وما تحقق من تقدم بارز في كافة المسارات ومن جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن هذا اللقاء التشاوري يعد فرصة لإطلاع مجلسي الشورى والنواب على مستجدات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني المعني بإدماج احتياجاتها في المسار التنموي المشهود من جانبها أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس برئاسة قرينة عاهل البلاد المعظم على تعزيز وتفعيل قنوات التعاون البناء والفعال مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والشورى والبناء على ما تحقق من إنجازات تحقيق للتطلعات الوطنية من أجل استدامة تقدم المرأة البحرينية ورفع إسهاماتها في المسيرة التنموية ونوهت الأنصاري بما تفضل به كل من معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى من رؤى وتطلعات لتعزيز أوجه التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك هذا وأكدت سعادتها أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل بجد على متابعة مجمل محاور النقاش بما في ذلك المواضيع الأسرية والخدمات المقدمة للمرأة والحماية من العنف الأسرية إضافة إلى تطبيق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ومتابعة أداء السلطة التنفيذية على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية طبعا سعدني اليوم باللقاء اللقاء التشاوري مع السلطة التشريعية كان لقاء جدا مثمر جدا مفيد المجلس كان حريص جدا أنه يطلع السادة عضاء مجلسي الشورى والنواب على أبرز مستجدات الخطة الوطنية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وما هي متطلبات العمل من أجل مواصلة استدامة هذا التقدم وطبعا دائما المجلس حريص أنه يقدم للسادة الأفاضل بالأرقام وبالأحصائيات حجم التقدم الحاصل وكذلك تناولنا أبرز ما تحقق من ناحية التشريعات اللي على مدى خلنا نقول يعني تسع عشر سنين تم إصدارها وما المتبقي يعني أين نحن متجهين فكان هذه اللقاء فرصة طيبة أننا نرجع نرتب أفكارنا ونحاول أننا نأكد على الفجوات التشريعية اللي لا زالت بحاجة إلى النظر فيها التعديلات اللي لابد من أخذها بشكل جاد للمرحلة المقبلة وبما يتناسب مع جهود المشرع طوال هذه الفترة قدمت سعادة الأمين العام للمرأة عرض حول برنامج عمل المجلس العالى للمرأة والدليل الذي يستخدمه خطة العمل وتناول أيضا للاجتماع بعض القضايا المهمة لتخص التشريع والتنسيق بين الجهتين في مجال الاهتمام بالتشريعات المختصة بالمرأة والأسرة طبعا بداية الاجتماع قدم معالي رئيس مجلس النواب ومعالي مجلس الشورى كلمة حول هذا الموضوع اللقاء التشاوري الأول بين مجلس العالى للمرأة وبين المجلسين النواب والشورى كان لقاء ممتاز ورائع وتوصلنا فيه إلى عدة بنود اتفقنا عليها مثلا خطوط التواصل المشاركة في بعض المشاريع والأنشطة بحيث أن يكون هناك تنسيق تام بين المجلس العالى للمرأة وبين المؤسسة التشريعية وأيضا أحنا يعني ودنا أن تكون هناك التشاريع التي تصدر من المجلسين تصب في مصلحة المرأة ومصلحة الطفل بحيث أن نخدم المجتمع البحريني بما يستحقه التقينا اليوم مع الأمين العام للمجلس العالى للمرأة بطرح مواضيع جدا مهمة ومن أهمها تكوف الفرص وتبليغ بشأن العنف الأسري في القطاعين التعليمي والصحي ومن خلاله حرصنا إحنا كسلطة تشريعية ننهض دائما بالمرأة البحرينية وتكون مشاركتها فعالة لية التعاون والتوافق بين متطلبات والدور التشريعي الذي نكون فيه وما يقوم بتنفيذه المجلس العالى للمرأة اشتركوا في القناة